لكل المهتمين بحالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع تفاصيلها خلال هذه النشرة لكن بعد الفاصل بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير لجميع متابعين في الأردن نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب النهار اليوم استمرت الأجواء الخريفية المعتدلة بالتأثير في أغلب مناطق المملكة كما ذكرنا الطقس الخريفي معتدل درجات حرارة استمرت أقل من معدلاته مثل هذا الوقت من العام لكن خلال ساعة الصباح الباكر كانت الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة خاصة منها الجبلية والسهلية حيث كانت درجات حرارة منخفضة استدعت لبس بعض أفخار خلال عطلة نهاية الأسبوع توقع أن ترتفع قليلا درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام سؤال قمص طناعي الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم المخفضة في عموم منطقة شرق البحر اللبين المتوسط وأيضا عبرت هذه الغيوم على أجزاء من شمال ووسط المملكة لكن سرعا ما تشتعى الغيوم خلال ساعات الظاهرة استعرض لأنوية خراءة توزيع درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم الخميس وحتى بداية أسبوع القادم يوم الخميس تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الخريفية المتدلة درجات الحرارة كانت أقل من معدلتها لمثل هذا الوقت من العام لكن اعتبار من يوم الجمع يتوقع أن ترتفع قليلا درجات الحرارة مقارنة بيوم الخميس لكن تبقى حولي إلى أقل بقليل من معدلتها مثل هذا الوقت من العام تكون يستمر الطاقس الخريفي معتدل خلال ساعة النهار لكن يميل للحرارة قليلا خلال ساعة الظاهرة والعصر بينما يكون حار نسبيا في المناطق المنخفضة تحديدا منطقة الأغوار البحر الميت وأيضا منطقة العقب يوم السبت لا تغيير الحالة الجوية تبقى المملكة تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية تستمر الأجواء الخريفية المعتدية لكن أكثر حرارة قليلا من يوم الخميس حيث تكون درجة الحرارة حول إلى قلب قليل من معدلاتهم مثل هذا الوقت من العام بالتساون مع استقرار كامل في الأحوال الجوية نذب الآن للعاصم عمان وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة يوم الجمعة 27 درجة مئوية متوقعة كحرار عظم أما الصغرة 18 درجة مئوية يوم السبت 26 درجة مئوية أما الصغرة تنخفض يسجل 16 درجة مئوية يوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة 25 درجة مئوية كحرار عظم أما الصغرة 15 درجة مئوية مع ارتفاع في نيسة برطوبة وتشكل الضبع والخفيف خاصة فوق القمام الجبلية العالية نقف العصم عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة تبقى الأجواء الصافية مع 17 درجة مئوية تقص بارد نسبيا خلال ساعة الليل المحسوسة 16 درجة مئوية فقط رطوبة مرتفعة أما الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة أسرع نستعرض لأنوايا تفاصيل حالة جوية المتوقعة في باقي المدن الأردنية ليوم الجمعة نبدأها شمالا المفرق تقص صافي 30 إلى 18 إربية 28 إلى 18 جراش 29 إلى 20 وعجلون 26 إلى 17 درجة مئوية المنطقة الوسطى نبدأ من البحر الميت 34 إلى 26 مأدبة 28 إلى 17 عمان 27 إلى 18 مع أجواء الصافية نفس الأجواء في البلقاء أما الزرقاء 30 إلى 20 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 26 إلى 18 درجة مئوية الطفيلة 26 إلى 17 الشوبك 23 إلى 16 معان 30 إلى 20 درجة مئوية مراقبة 34 إلى 24 درجة مئوية المنطقة الشرقية الأزرق 34 إلى 20 درجة مئوية الصفاوي 33 إلى 19 درجة مئوية أما رواشد 32 إلى 19 درجة مئوية مع أجواء الصافية بشكل نعم إلى هنا تنتهي نشرتنا نتمنى نهاية أسبوع سعيد الجميع واللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة